لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملء لا شريك لك لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه مرحبا بكم أيها المشاهدون الأفاضل في هذه السلسلة المباركة التي سنقدم من خلالها مناسك الحج والعمرة نقدم هذه السلسلة المباركة متوخين أسلوبا سهلا سلسا حتى نيسر على حجاج بيت الله الحرام فهم مناسكهم وحتى نيسر لهم إقامة شعائرهم في أحسن الظروف وخير ما نفتتح به ونستهل به هذه السلسلة قول الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق صدق الله العظيم يا حجاج بيت الله أنتم مقبلون على إقامة أعظم أركان الإسلام وأعظم شرائع الإسلام إنه الحج إلى بيت الله الحرام ولذلك ينبغي أن تتعلموا وأن تفقهوا وأن تدرسوا هذه المناسك وهذه الشعائر حتى تقيموها على الوجه الأكمل ونستهل هذه السلسلة المباركة ببيان معنى الحج ما معنى الحج؟ وما تعريف الحج اصطلاحا الحج في اللغة هو القصد مطلقا وقال بعض أهل اللغة الحج معناه القصد إلى مكان شريف مبارك معظم ومعناه الاصطلاحي هو زيارة الكعبة المشرفة بيت الله في الأرض لأداء شعائر الحج بصفة مخصوصة وكيفية معلومة وكذلك العمرة معنى العمرة اللغوي أي أن تقصد مكانا عامرا وقيل سميت العمرة لأن المكان يعمر بالمعتمرين وقيل لأنها تقع مرة في العمر كما سنبين أحكام الحج والعمرة وأن تقل بكم الآن أيها المشاهدون الأفاضل يا حجاج بيت الله الحرام لبيان حكم الحج والعمرة فما حكم الحج؟ الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام واتفق علماء الأمة من زمن النبوة إلى يوم الناس هذا على أن الحج فرض مرة في العمر وهو الركن الخامس من أركان الإسلام أما العمرة فهي سنة مؤكدة مرة في العمر عند الجمهور نعم إذن يطالب المؤمن بأداء الحج ولو مرة في العمر وما زاد على ذلك فهو تطوع وكذلك العمرة مرة في العمر وحكمها عند الجمهور سنة مؤكدة وما زاد على ذلك فهو تطوع ودليل العلماء والفقهاء قول الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وكذلك قول الله تعالى في موضع آخر من كتابه العزيز حين قال وأتم الحج والعمرة لله ولقد ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الشيخان قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان في هذه الرواية يقدم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحج على الصوم وهناك روايات أخرى تقدم الصوم على الحج ويكون ذكر الركن الخامس بقوله عليه الصلاة والسلام وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا والحج أيها المؤمنون الأفاضل كما بينا هو من أجل الأعمال ومن أعظم الأركان ولذلك قد وردت في شأنه عدة أحاديث تحفز المؤمنين على إقامة شعائر الحج لما فيه من الأجر ولما فيه من الفضل ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقوله عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وقال في حديث آخر وهو يبرز فضل الحج والعمرة قال صلى الله عليه وسلم العمرة للعمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ولقد أبرز النبي صلى الله عليه وسلم فضل ومكانة ورفعة قدر حجاج بيت الله الحرام حيث نسبهم إلى الله تعالى تشريفاً وتكريماً حيث قال عليه الصلاة والسلام الحجاج والعمار وفد الله يعطيهم ما سألوا ويجيبهم ما طلبوا ويخلف عليهم ما أنفقوا نعم النفقة لإقامة شعائر الحج والعمرة هي نفقة في سبيل الله تعالى ولذلك ورد حديث آخر يبشر المنفقين في هذا الباب في باب الطاعة الذين يبذلون من صحة أبدانهم ويبذلون من أوقاتهم ويبذلون من أموالهم بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أسرع النفقة إخلافاً نفقة الحج ونفقة العمرة والآن أنتقل بكم أيها المؤمنون الأفاضل بعد أن بينا معنى الحج وتعريفه لغوياً واستلاحياً وكذلك تعريف العمرة نبين أن الحج هو فرض مرة في العمر وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقام رجل وقال أكل عام يا رسول الله فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعادها ثلاث مرات ثم أجابه بعد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا ولو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم أي لو قلت نعم لوجبت عليكم الحجة كل عام وهذا فوق طاقة البشر قال ولم استطعتم وفي رواية أخرى يقول ذروني وما تركتكم أي ينهى عن كثرة السؤال بغير موجب إذن الحج هو فرض وركن مر في العمر على كل مسلم بالغ قادر واجد لثمن حجه ونفقة عياله عند غيابه ويدخل في شرط الاستطاعة المادية والبدنية الاستطاعة العامة هذه ألحقها جماهير أهل العلم المعاصرين استطاعة البلد المضيف على استيعاب الأعداد الكبيرة من ضيوف الرحمن وبذلك حددت نسب لكل بلد من البلاد الإسلامية وهذا يدخل تحت طائلة الاستطاعة وضمن شرط الاستطاعة أما ما زاد عن ذلك أن يكرر الحاج حجه مرة ثانية أو مرة ثالثة فهذا بالنسبة إليه تطوع نعم وقد وردت عدة أحاديث تدعو المؤمنين إلى التطوع في الحج والعمرة ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل قال لعبد صححت له في بدنه ووسعت عليه في رزقه ثم لا يفد إلي كل خمس سنوات حاج لمحروم أي من أعطاه الله القدرة ومده الله بالصحة والعافية فله أن يحج كل خمس سنوات وبذلك يترك المجال لإخوانه المؤمنين خاصة في هذه السنين التي يشتد فيها الزحام ويرتفع فيها عدد الحجاج من سنة لأخرى وخاصة ما نعلم من حالات التوسعات التي تقام حول حرم الله الأمين فإني أدعو المشاهدين الأفاضل أدعو الموسرين وأدعو القادرين وأدعو الأغنياء أن يتصدقوا وأن يعينوا بعضا من إخوانهم المتلهفين من الفقراء من الذين لا يجدون نفقة الحج والعمرة فيعينوهم بالمال حتى يقيموا أركانهم وشعائرهم ويتم الركن الخامس من أركان الإسلام هذا أعظم أجراً وهذا أحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كذلك هناك بعض المسائل الأخرى سؤال يقول هل يجوز للإنسان أن يحج عن غيره؟ نعم يجوز للإنسان أن يحج عن غيره بشروف الشرط الأول أن يكون قد حج عن نفسه ابتداء ثم يحج عن غيره للأثر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلاً يطوف ويقول لبيك اللهم عن شبرمة لبيك اللهم عن شبرمة فسأله النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت شبرمة؟ قال لا بل هو رجل أحج عنه يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك؟ قال لا قال إذن حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة وكذلك يجوز الحج عن الغير أو الإنابة في الحج أن يحج المؤمن على المريض العاجز أو على الميت وخاصة إذا أوصى بذلك قبل موته هذه بعض الأحكام قدمناها لكم في هذه الحصة الأولى أيها المشاهدون الأفاضل يا ضيوف الرحمن واسمحوا لي الآن أن نخرج لفاصل ثم نعود لمواصلة مسيرنا مع هذه السلسلة المباركة لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك يا ضيوف الرحمن مر معنا تقديم تعريف الحج لغوياً واصطلاحياً ومر معنا تقديم حكم الحج وفضل الحج إلى بيت الله الحرام ونتحدث الآن عن بعض حكم الحج هذه الشعيرة العظيمة التي جعلها الله تعالى في مكان مخصوص وفي فترة زمنية مخصوصة وبكيفية مخصوصة فما الحكمة من ذلك يا ترى؟ الحكم من الحج إلى بيت الله الحرام ومن إقامة شعائر العمرة أكثر من أن تحصى يا حجاج بيت الله الحرام فانتبهوا معي إلى بعض الحكم التي سأقدمها لكم فيما فتح الله به علينا من فضله الواسع وأول هذه الحكم وأعظم هذه الحكم تعظيم شعائر الله تعالى وهذه من أجل الحكم في سائر العبادات ولا سيما في الحج إلى بيت الله الحرام كيف لا؟ وربنا جل وعلا يقول في سورة الحج ذلك ومن يعظم حرومات الله فهو خير له عند ربه ويقول في موضع آخر من سورة الحج ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أي أن من أجل حكم الحج إلى بيت الله الحرام أن تتعلم أيها المسلم كيف تعظم شعائر الله وشعائر الله في إطار أداء مناسك الحج والعمرة منها بيت الله الحرام هو من شعائر الله والطواف حول البيت العتيق هو من شعائر الله تعالى والصلاة خلف مقام إبراهيم كما سنبينه هو من شعائر الله تعالى الإحرام بما يمثله من جندية ومن رمزيات متعددة هو من شعائر الله تعالى الوقوف على صعيد عرفات هو من شعائر الله تعالى رمي الجمرات ونحر الهدي هو من شعائر الله تعالى رمي الجمار أيام التشريق ورفع الصوت بذكر الله تعالى هو من شعائر الله تعالى نشيد الضيافة المباركة نشيد الحجاج التلبية هي من شعائر الله تعالى ولذلك ينبغي أن يعظم المؤمن هذه الشعائر المباركة يعظمها في قلبه وفي عقله وفي شعوره ووجدانه حتى تغيره نحو الأصلح ومن دروس ومن حكم الحج إلى بيت الله الحرام أن يتعلم الحاج والمعتمر أن يتعلم الجندية بما في الكلمة من معنى أن يتعلم الانقياد لأمر الله تعالى أن يتعلم الانضباط لأوامر الله تعالى أن يتعلم السمع والطاعة لأمر الله تعالى فالحج كله يشير إلى درس الجندية ودرس الانضباط ابتداءً من نزع الثياب والإحرام في الإزار والرداء إلى أن نصل إلى رمي الجمرات والأعداد عدد السبعة في الطواف وفي السعي وفي رمي الجمرات كل هذه الرمزيات هي غير معقولة المعنى وغير مفسرة منطقياً إلى حد ما بين ظفرين لكننا نقوم بها ونؤديها في إطار الجندية والانضباط والانقياد والاستسلام لأمر الله تعالى ومن حكم الحج إلى بيت الله الحرام أن يتعلم المؤمن كيف يتعايش مع إخوانه من الأجناس والألوان المختلفة فمن آيات الله تعالى وحكمه في الحج أنه يجمعك يا ضيف الرحمن يجمعك بإخوانك المؤمنين من مشارق الأرض ومغاربها الذين جاءوا على اختلاف ألسنتهم وعلى اختلاف ألوانهم تلهج صدورهم وحناجرهم بذكر الله تعالى الحج مؤتمر سنوي عالمي يجمع الله تعالى فيه المؤمنين من مشارق الأرض ومغاربها ومن أدان الأرض وأقاصيها ليعلمك أنك جزء من كل أنك جزء من هذه الأمة وليعلمك فضل الله تعالى حين جعلك من هذه الأمة المرحومة هذه الأمة المباركة هذه الأمة التي يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم ودليلنا على ذلك قول الله تعالى في كتابه العزيز كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ومن دروس هذه الرحلة العظيمة المباركة أنك تتعلم الصبر أيها المؤمن رحلة الحج بل من أجل حكم الحج إلى بيت الله الحرام أنه يعودك الصبر الصبر على الطاعة والصبر على المعصية كما سنرى والصبر عند مخالطة الإخوان الصبر على الظروف البيئية والظروف المعيشية مع ما نعلمه من شدة الزحام وكثرة عدد الحجاج الميامين كل ذلك يعودك على الصبر كذلك من دروس الحج إلى بيت الله الحرام ومن حكمه الجليلة أن الحج يكون فرصة للمؤمن في خلوة مع الله تعالى فالله تعالى يستدعيك من بيئتك المهنية والاجتماعية والعائلية لتنقطع لعبادته سبحانه وتعالى تقيم شعائر الحج وتؤدي الصلوات في أوقاتها في الجماعة وتكثر من قراءة القرآن وتكثر من ذكر الله الملك الديان وتحسن معاملة معاملة الإخوان والخلان هذا من دروس الحج يا إخوة الإيمان ومن دروس الحج أيضاً أنه فرصة للتوبة وفرصة للإنابة وفرصة للعودة إلى الله تعالى فهذه بعض الحكم سقتها لكم وتبقى حكمة أود أن أتمها وأن أبينها لكم وهي حكمة السير على نهج الأنبياء والمرسلين حكمة السير واقتفاء آثار سائر الأنبياء والمرسلين اعلم أيها الحاج الكريم أن سائر أنبياء الله ورسوله قد مروا من هنا وكأن الله تعالى يستدعيك لتقتفي آثار الكرام آثار الأنبياء والرسل الكرام كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وحج وطاف بالبيت العتيق وكأني أرى أخي عيسى عليه السلام يهل بالحج في آخر الزمان على شريعة الإسلام يعني حتى سيدنا عيسى عليه السلام الذي رفعه الله تعالى إليه حين سينزل في آخر الزمان كآية من الآيات العشر الكبرى الدالة على قرب السعة سيهل حاجا وطائفا بالبيت العتيق فهنيئا لكم بهذه الفرصة المباركة وهنيئا لكم بهذه الكرامة الجليلة التي منحكم الله تعالى إياها واسمحوا لي الآن يا ضيوف الرحمن أن أعينكم على شيئين هامين وأساسيين أولهما أن ترسموا هدفا لهذه الرحلة الإيمانية المباركة لا بد أن يكون لكم هدف من الآن وأنتم تستعدون لإقامة شعائر الحج إلى بيت الله الحرام ثم ترسموا بعد ذلك شعارا لهذه الرحلة ولهذه الحملة فما هو الهدف؟ الهدف هو تحصيل الحج المبرور ليس الهدف أن تذهب إلى البقاع المقدسة وأن تعود بلقب جديد وهو لقب الحاج أو الحاجة لكن الهدف الأسمى هو أن تعود بالحج المبرور لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فما الحج المبرور يا ترى؟ قال بعض أهل العلم الحج المبرور هو الحج المقبول وقال بعض أهل العلم الحج المبرور هو الحج الذي سبقه بر ووافقه بر أي وقت إقامة الشعائر ولاحقه بر أي بعد إتمام المناسك والشعائر أي على من يريد أن يحصل حجا مبرورا أن يبادر إلى البر قبل الشروع في أعمال الحج وأن يخالط أعماله وإقامته لشعائر الحج بر كثير مع إخوانه المؤمنين في علاقته بالله وفي علاقته بالآخرين وأن يلحق أعمال الحج بر أي أعمال البر من الاستقامة والطاعة والإخلاص والتواضع يكون ذلك بعد الحج إشارة إلى قبول الحج وإلى تحصيل الحج المبرور فاجعلوا هذا شعاركم الحج المبرور أن تحصلوا الحج المبرور فكيف لنا أن نحصل الحج المبرور؟ عدة أمور أولا أن نخلص في أعمالنا ونياتنا لله تعالى الإخلاص في النية من الآن أنت أيها الحج الكريم تبتغي بسعيك تحصيل الحج المبرور لا الألقاب الدنيوية ولا الشهرة ولا حب الظهور ثانيا أن تتحرى النفقة الحلال لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب أن يسأل الله تعالى ثم يقول ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له إذن لا بد من تحري النفق الحلال حتى نحصل الحج المبرور ثم الذي لحقه بر أي يلحق به عمل صالح وتوبة دائمة في إشارة إلى قبول الحج ثم الشعار ما هو شعار من أراد أن يقيم الحج والعمرة الشعار هو لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لقول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال للحج والرفث يطلق عن كل ما قد يدور بين الذكر والأنثى من العلاقة الخاصة بين الرجل وزوجته هذا ممنوع على المحرم الفسوق كناية عن الخروج عن منهج الله كناية عن المعصية الجدال هو كثرة الجدال والمراء وهذا منهي عنه قال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق راجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه فاعملوا يا ضيوف الرحمن اعملوا على تحصيل الحج المبرور وعيشوا طيلة هذه السفرة المباركة في إطار هذا الشعار لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لتنالوا الحج المبرور جعل الله حجكم حجا مبرورا وسعيكم سعيا مشكورا وذنبكم ذنبا مغفورا وتجارتكم رابحة لن تبور يا عزيز يا غفور يا رحيم يا شكور هذا والله تعالى أعلم وهو أجل وأكرم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وإلى لقاء جديد في حصة قادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وفي حفظ الله دمتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ترجمة نانسي قنقر